ثمن رئيس تحالف السيادة الشيخ خبس الخنجر جهود دولة رئيس الوزراء محمد جاع السوداني في إنهاء أزمة شغور منصب رئيس البرلمان الشيخ الخنجر وفي تغريدة له على منصة أكس أعرب عن أمله في أن يبدأ البرلمان تحت الإدارة الجديدة بمناقشة القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب ومن أبرزها تعديل قانون العفو العام عن الأبرياء المتضررين من المخبر السري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب كما هنأ رئيس البرلمان محمود المشداني بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان تعالى تعويض المدن المتضررة جراء الإرهاب مشددا على حل هيئة المسائلة والعدالة وتحويل الملف إلى السلطة القضائية